بالحال ده بقى دكتور محمود صاحب برؤية طبعا دكتور محمود صاحب برؤية وشايف المشهد الكرة وده من بره بعين مختلفة شوية مع كل الملاحظات دي اتحاد الكرة منقسم والرأي العام منقسم كيروش يكمل ولا يمشي هو طبعا كرة منقسم؟ اه منقسم شو؟ طبعا هم حساباتهم والله ده خبر كويس فيهم رأي عايزوا يمشي وفيهم رأي عايزوا يخرج ده خبر كويس والدكتور أشرف صبحي عايزوا يكمل هو طبعا حساباتهم يعني انا لا انكر ان في الاول السي بي بتاع كوروش دهاش السي بي مغري والعيب ومدرب موصل الاربع منتخبات لكاس العالم وحاجة يعني يعني اي واحد فينا هيقعد عنده قرار اكيد كان هيجيبه لكن التجارب بتاعته معنا مفيش حاجة يعني مينك بيساخناء كاس العرب هو يعني كان يعني الى حد ما بحكم انه هو دخل ناس جديدة وعناصر جديدة وبتاعه مهند لاشينو احمد ياسينو وعمر كمال عبد واحد وحمد رفعت وحسين الوينج الشمال فقلنا ماشي يعني اخب بالك واقتناعه بمروان حمدي اللي مع حدش لسه لحد دلوقتي مقتنع بي بس هو مقتنع بي يعني ماشي لكن في كاس الامم ما قدمش احنا في كاس الامم تقريبا يعني ضربات الجزائف ومع زمن بريات في السنغال رايح جاي احنا حتى كلنا لو تفتكر في ماتش السنغال في كاس الامم ومنتهايلي كنا متفرج عليه مع بعض فكلنا هنا يعني ربا ضرات النفع يعني مدام احنا خسرنا كده يبقى ان شاء الله ربنا كتبينها روح كاس العام مش مشكلة روح كاس الامم خدناها كتير لكن جينا كمان وبعدين انت عندك مشكلة انت كمان ما بتقديش تعرف لو بتقدي وبتخسر فنقول ماشي لكن انت ما بتقديش وحتى الفرص طبعا عندنا بعض العيبة عندهم مشاكل يعني تريسجيلس مرجعش المستوى مرموش مش هو المستوى اللي احنا شفناه فيه اول ما استدعوه في المنتخب خط الهجوم فيه مشاكل طبعا محمد صلاح برضو كان مستوى ما كانش اللي احنا متعودين عليه لكن انا برضو مش مع الحملة اللي عليه دايما الناس بتحمله اكتر مما يجب يعني هو في النهاية لعيب كبير لكن المنتخب ما ينفعش يقوم على نجب المنتخب طول عمر ده اللي انا عايز اقوله احنا ليه حجم المسئولية اللي حتفينا على محمد صلاح ليه طريقة ان منتخب محمد صلاح ليه اصل محمد صلاح عندنا يبقى نطلع نصعد ليه محمد صلاح هيزود من فرصنا بس مش هيبقى الفرصة الوحيدة مينفعش وليه يبقى فيش متخب لا بالعكس يعني انا مثلا كان فيه فترة من الفترات وتقدير ان ده كان ممكن سر تقلق مرموش وسر تقلق الناس كلها بتركز مع الصلاح فبقى عندك الوينج التاني شجال يا فنم المستويات اللي تقلقنا فيها في الاول كانت مستويات لسه مش دي اللي تحرجنا معك حق يعني احنا كنا وصلنا لمرحلة ان احنا بتدينا نخاف ما نتأهلش من السودان ايه الكلام ده لا المجموعة بتاعتنا حدك توقف فين بقى في المعسكر المؤيد لاستمراره ولا الكفاية عليه كده طبعا انا 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 اخلي بالك برضو خلينا اوضح عشان محدش يطلع يقولك بيفتف الكورة انا بتكلمك بتكلم رؤية رؤية كمشجع لا اطبع عشان بس محدش بعض الناس بياخدوا الكلام بحساسية كمتابع للكورة مشجع للكورة انت قويس ان لجنة الاسار والصحة والثقافة والاعلام مش الشباب الرئيس مش علاقة بالموضوع طبعا انا متأكد ان الناس بتبع عندها يعني عوامل كتيرة في القرار احنا قدامنا بطولات ايه والعقد في ايه والفلوس ايه والحكاية ايه والطاقم او الطاقم المساعدين مين يعني فيها تفاصيل انا مش فيها لكن انا شخصيا بعد زي ما قلتلك انا كنت معجب بكروش في الاول الفكرة السبيب بتاعه وحاجات لكن ممارساته التجربة تقول فيها لا ممارساته لا عليه ما اخس كتير يعني هو زي بقولك هو عنده بس من كيفين اذا كان في كلاس العرب جريء قدمننا اكتر من اللعب لكن بعد كده حتى ما بتشوفش جملة ما بتشوفش تكنيك ما بتشوفش حتى الواحد بيعرف المدربين يا بشباندس وانت طبعا استاذنا في الموضوع ده بتكنيك فاول تكنيك كورنر تحس ان فيه خلاف شوف النقل تفاصيل دي تحس ان فيه مدرب لكن ما بتحسش ان اللعيبة يعني كل واحد بيقدم اللي عنده وخلاص المؤكد ان ما فيش روح يعني يعني كويسة في الفريق يعني مؤكد لا في فرق بين روح وفي فرق بين حالة جماعية لا انت ما وصلكش للنقاط اللي انت مش مكنتش متوقحة غير الروح اللعيبة عايزة تجتهد لكن اجتهدات بشكل فردي متشارزم جوه الملعب حضرتك زي ما انت قل لا شفنا ما جميع بتشتغل بضغط ولا شفنا ما جميع بتشتغل بجمل هجومية ولا شفنا في الكورات السابتة شغل تكتيك ولا ما شفناش حاجة انا بقول لحضرتك يعني جماهير الاهل والزمالك وكله بالاجماع كانوا عايزين يزيزوا يلعب من الماتش الاولية بالضبط والماتش التاني برضو كانوا عايزين يلعب وانت راح لعبه في غير مكانه شمال هو بلعب يمين واخباك ممكن يدخل محمد صلاح راس حرب شوف انا مش معنى كده ومع ذلك لعب كويس وعمل اهم عشر ده خطورة لمصر هم الفتصطير لكن مش قصدي ان احنا لو عمل اللي احنا متصورين لازم نكسب بس يبقى فيه سياق منطقي وانت بتتفرج حاسس انك انت مش مقعدك يقولك لا انا حفهمك بقى اصلا انت مش فهم اللي انا بعمله كويس انا مش فهمل انت بتشرح طليل حاجة مش حاسين فهمتين انك انت اللي بتعمله ده يعني الحمد لله انك عملته لا وانا رأيه كمان برضو من دبني مشاكله انا اعتقد ان سنه كبير يعني اه وهذه النقطة التانية لو كان كده احنا الوقت عايزين نجدد له على الال جزيحنا حافظينه وعارفينه وحافظينه وعارفنا اه فلو بالسن ده من رجع هو قده هو حتى في تجربه بالنسبة لكاس العالم يعني هو وده ايران مرتين والتأهل في اسيا الى حد كبير ظروفه مختلفة عن افريقيا وده جنوب افريقيا وما سيبهوش يلعب النهائيات يعني هو وصلهم واكتفوا بكده وده منتخب البرتغال في اول مرة في تجربة ليه فشل مع كولومبيا فانت مش بتتكلم على حد بيبني على مدى بعيد يعني ما هوش اللي تقدر تقول عليه صاحب مشروع يقدر يبني لك لفترات طويل اللي هو كان جاي لمجد شخصي هو عنده رغبة انه كان يعمل ريكورد خاص بيه هو انه يبقى راح كاس العالم كمدرب هو ده بالنسبة لنا كويس يعني يعني ما يعمل مجد شخصي يعمل يعمل لنا معايا هل عنده النفس انه يقدر يبني لأربع سنين لقدام هل سنه تسمح يعني انا مش متحمس يعني اقولك لو كده بقى يبقى نجيل جزي انا حتى ما شفتولوش ودي ممكن احنا جيلة ربنا او انا بالنسبة لي جزي ده الملك بتاع التدريب صحيح فجزي كان من ممكن من اهم ادواته سيطرته على اللاعبين سيطرته بالحب والحسم الاتنين كان عنده دايما الادتين والاهم من كده ان جزي كان من الناس اللي يبهرك بتغييراته يعني يعمل لك تغيير عنده فكر تتفق تختلف معا عنده رؤية وعنده فكر